استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي بمدينة العالمين الجديدة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني وشدد الرئيس السيسي خلال هذا اللقاء على اعتزاز مصر الكبير بما يربطها بالسودان على المستويين الرسمية والشعبية من أواصر تاريخية وعلاقات ثنائية عميقة كما أكد الرئيس السيسي موقف مصر السابت والراسخ بالوقوف بجانب السودان ودعم أمنه واستقراره ووحدة وسلامة أراضيه خاصة خلال ظروف الدقيقة الراهنة التي يمر بها أخذا في الاعتبار الروابط الأزلية والمصلحة الاستراتيجية المشتركة التي تجمع بين البلدين الشقيقين من جانبه أعرب الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عن تقديره البالغ للعلاقات الأخوية المتينة بين البلدين الشقيقين مشيدا بالمساندة المصرية الصادقة للحفاظ على سلامة واستقرار السودان في ظل المنعطف التاريخي الذي يمر به خاصة من خلال حسن استقبال المواطنين السودانيين في مصر ومعربا في هذا الإطار عن تقدير بلاده للدور الفاعل لمصر بالمنطقة والقارة الأفريقية أضاف المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية أن اللقاء شهد استعراض تطورات الأوضاع في السودان والتشاور حول الجهود الرمية لتسوية الأزمة حفاظا على سلامة وأمن السودان الشقيق على النحو الذي يحافظ على سيادة ووحدة وتماسك الدولة السودانية ويصن مصالح الشعب السوداني وتطلعاته نحو المستقبل وصرح متحدث الرئاسة بأن اللقاء تناول كذلك تطورات مسار دول جوار السودان حيث رحب رئيس مجلس السيادة السوداني بهذا المسار الذي انعقدت قمته الأولى مؤخرا في مصر كما تطرقت المباحثات كذلك إلى مناقشة سبل التعاون والتنصيق لدعم الشعب السوداني الشقيق لا سيما عن طريق المساعدات الإنسانية والإغاثة حتى يتجاوز السودان الأزمة الراهنة بسلام اشتركوا في القناة